تقع جزيرة هاشيمة أو هاشيمة وتسمى محلياً بجزيرة غنكجيما أو جزيرة السفينة الحربية على بعد حوالي 15 كيلو متراً عن مدينة ناغازاكي جنوب اليابان اكتشف الفحم على الجزيرة فيما يقارب عام 1810 متراً وأهلت الجزيرة بالسكان مؤقتاً بين عامي 1887-1974 ميلادياً كمنشأة منجم فحم تحت الأرض اشترت شركة ميتسو بيشي الجزيرة عام 1890 ميلادياً وبدأت باستخراج الفحم من المناجم تحت البحر بينما بنيت أربع مناجم داخل الجزيرة لاستخراج الفحم من تحت الأرض في أوجز دهارها كانت جزيرة هاشيمة موطناً لما يقرب من 5259 شخصاً مما جعلها أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم كانت الجزيرة مقتضة بالمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق والمرافق الترفيهية كانت هناك أيضاً العديد من المناجم تحت الأرض حيث عمل العمال في ظروف قاسية للحصول على الفحم كانت حياة العمال في جزيرة هاشيمة صعبة للغاية كانوا يعملون ساعات طويلة في المناجم تحت الأرض في ظروف خطرة وخطيرة كانوا أيضاً يعيشون في ظروف مقتضة وصعبة حيث كانت المنازل صغيرة ومقتضة وغير مريحة في عام 1974 متراً أغلقت شركة ميتسو بيشي منجم الفحم في جزيرة هاشيمة تركوا العمال الجزيرة ومنذ ذلك الحين أصبحت مهجورة اكتشف الفحم على جزيرة هاشيمة في عام 1810 متراً ولكن لم يتم تطويره حتى عام 1887 متراً عندما بدأت شركة ميتسو بيشي في استخراج الفحم المناجم تحت الأرض في عام 1890 متراً اشترت شركة ميتسو بيشي الجزيرة بالكامل وبدأت في تطويرها كمنشأة منجم فحم تحت الأرض في أوائل القرن العشرين كانت جزيرة هاشيمة موطناً لما يقرب من 5259 شخصاً مما جعلها أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم كانت الجزيرة مقتضة بالمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق والمرافق الترفيهية كانت هناك أيضاً العديد من المناجم تحت الأرض حيث عمل العمال في ظروف قاسية للحصول على الفحم كانت حياة العمال في جزيرة هاشيمة صعبة للغاية كانوا يعملون ساعات طويلة في المناجم تحت الأرض في ظروف خطرة وخطيرة كانوا أيضاً يعيشون في ظروف مقتضة وصعبة حيث كانت المنازل صغيرة ومقتضة وغير مريحة في عام 1945 متراً تعرضت جزيرة هاشيمة لقصف من قبل القوات الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية لم يقتل أو يجرح أحد في الجزيرة ولكن تسبب القصف في أضرار جسيمة للمباني في الخمسينيات من القرن الماضي استمرت شركة ميتسو بيشي في استخراج الفحم من جزيرة هاشيمة ومع ذلك بدأت احتياطيات الفحم في الجزيرة في الانخفاض وبدأ الإنتاج في الانخفاض في عام 1974 متراً أغلقت شركة ميتسو بيشي منجم الفحم في جزيرة هاشيمة ترك العمال الجزيرة ومنذ ذلك الحين أصبحت مهجورة تعد جزيرة هاشيمة الآن وجهة سياحية شهيرة يجذب الموقع السياحة من جميع أنحاء العالم لمشاهدة المباني المهجورة والطبيعة التي تستعيد الجزيرة تعاني جزيرة هاشيمة من بعض المشاكل بسبب حالة الإهمال تتعرض المباني المهجورة للتلف بسبب الرياح والأمطار والزلازل هناك أيضاً مخاوف بشأن تلوث الهواء والماء بسبب النفايات الصناعية التي تركتها شركة ميتسو بيشي في عام 2015 متراً أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستضع جزيرة هاشيمة في قائمة التراث العالمي لليونسكو من المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في حماية الجزيرة من المزيد من التدهور يأمل المسؤولون اليابانيون أن تصبح جزيرة هاشيمة مركزاً للسياحة المستدامة يخططون لإنشاء مرافق سياحية جديدة على الجزيرة مع الحرص على حماية البيئة الطبيعية لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما يخبئه المستقبل لجزيرة هاشيمة ومع ذلك من الواضح أنها وجهة سياحية مهمة ومن المرجح أن تستمر في جذب الزوار لسنوات عديدة قادمة ترجمة نانسي قنقر